القسم الخامس والأخير من هذا المثل المبارك ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت نعم وذكر فيه وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقي على قيام الساعة وذكر فيه تعرف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت نعم الطاغوت من الطغيان من التجاوز يتجاوز الحد بعض الناس في الأحجار والأشعار ويعبدها من دون الله فقد جعلها طواقيد يتجاوز الحد في العلماء والأمراء ويطيعون في معصة الله لا طاعة المخلوق في معصة الخارج نعم الطاغوت كثيرون ورؤوسهم خمسة الأول إبليس نعوذ بالله من الثاني من عبد وهو راضني عجاء إنسان وسلم على آخر وانحنى له بالركوع السجود وهذا الآخر لم ينكر عليه هذا طاغوت نعم الطاغوت من الناس أو الناس سنة الساعة ومن ادعى الناس لعبادة نفسي مثل فراون نعم الطاغوت نعم الطاغوت يدعى شيئًا من العلم الغيب. يعني قالت تقوم الساعة القيامة يوم كذا. غداً يموت فلان. غداً يفوز الفريق الفلان. والله كاذب وكافر. وكل من صدق هذا فهو كافر مثله. عندما كنت أتاعدك لتحريرك. عندما يؤلم كيف وانه يقوم بإذن الله يطالعك الأمر. كيف نتحفره. أو أنه؟ كيف نتحفره. وكيف يغالروه ؟ نزحنا بمتحفر حتى يوجد أمره. ثم يقولوا أنه يكون لديه. نعم. الخامس من اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس والقوانين والطاقية مساوي لحكم الله أو أحسن معتقدا هذا يكفر كفر أكبر ومن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح لكن قدم حكم القوانين لغرض من أغراض الدنيا هذا كفر دون كفر كفر أصغر لا يخرج من الملة لكن على خطر عظيم هناك نفسه في جهازة من المستعدين أن يتم في رأينا هنا ومن يتعلمون أن يطبق من التقترف على الرحال وما يجب أن يتم في الهايات حتى تتعلمون البعض الحمد انتهى هذا الشرح المختصر لهذا المتن المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى يزدى المؤلف خير الجزاء ولابد أن نرجع إلى هذا المتن ونراجع فيه ونحفظ فيه الأدلة خاصة الحمد والآل سبحانه وتعالى لتاسوي على هدف الله الله يبي سيدنا وتعالى لتعاون سيدنا وتعالى والبصور يسبب بهم ترجمة نانسي قنقر